في الزمالك وانت صغير بتشجع الأهل والزمالك أنا كأي طفل صغير آه لما أبوي يشني على إيده ويروح بيا سادة إسكندرية أبقى إيه تحداوي بس كده أنا بقى من وانا طفل صغير خمس ست سنين بتشل على إيده أبوي المتشاط حلو قوي وانت قاعد مع بابا آه وانت صغير وبتتفرج على عمدشي أهلي والزمالك كنتش بتتفرج لا بتتفرج أكيد كنت شجع مين كنتش بشجع حد آه على الفكرة أنا مش أحمد ناجي مش طاقة تكلم الأرض والله 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 أنا التحداوي فوق ما تتخيل أيوما عارف والله استحالة بقى شجع نادي ثاني ما ينفعش انت بتشجع ايه؟ مش الأهلي ينفع تشجع زمالك أو انت بتشجع زمالك ينفع تشجع الأهلي أنا بشجع الاتحاد أو الاتحاد أنادي صغير لا طبعا أنا بشجع الاتحاد مش هعرف أشجع نادي ثاني طيب مين النادي اللي ندمت اللي انت موقعتش ليه؟ الأهلي ولا الزمالك؟ لا مش موضوع الندم انت اطلبت هنا وطلبت هنا هي كرة اه كرة احتراف لكن النادي الأهلي كان فيه فترة أنا كنت فري من نادي الاتحاد وكانت فيه مشاكل جوه النادي في الإدارة وكده وفيه تخبط يعني بعيد عني خالص والنادي الأهلي شاف ان انا العيب فري وحرس مرمى فري وكان في الوقت ده عايز حرس مرمى وقعت؟ وقعت؟ اه؟ ما تمتش ليه؟ يعني كان الموضوع اطلع عرا سنة وهترجع علينا تاني لان مفيش مكان في القائمة لان فيه لعيبك هترجع محتراف أحمد فتحي وطريكا وجده وهيخش القائمة فهتطلع سنة وهترجع علينا تاني دي 2011 دي تقريب لا 2013 2013 فطبعا انا كنت عامل موسم كويس جدا مع الاتحاد وكنت عايز اكمل عليه عايز اه لا اروح اكامل كان مين موجود شريف ولا مين؟ هو كان شريف واحمد عدل عبد المنعم ومحمود عبد الصعود اه التلاتة فانا كنت عايز امشي من الاتحاد اروح اكمل الصحوة اللي عندي تلعب؟ اه اكمل ماروحش نادي ممكن اروح النادي ده اضرب وطس ما موفقش هتبقى صعبة ان انا ارجع النادي الاهلي فكانت فرصتي ان انا لأ وانا واقف على رجلي كويس اروح الاهلي عشان العب مش ضامن ان انا اروح وارجع ابقى كويس فيعني الناس هناك طبعا الناس محترمة ففهم وجهة نظر ازاي وقالوا لي خلاص اللي انت شايفه ورجعت الاتحاد تاني تحب الاهلي؟ بعد الاتحاد سيبك الاتحاد ده خلاص بعد الاتحاد لا انا بقولك ليه كده انت وقعت الاهلي مش اكتر والله انا بقولك انا بقولك باحتراف الانتماء حاجة والاحتراف حاجة تاني بعد الاتحاد بتحب الاهلي؟ والله العظيم زي ما بقولك انا اتحاد صعب يعني انا بحب السياسات ممكن تحب الثقافة حين السياسة والثقافة الدماغ احب الاهلي اهلي النظام طبعا انا كلاعيب انا بحب النظام وبحب الالتزام انا بشوف الحاجات دي كلها لا في اللاعيبة اللي انا بلعم معها لما بتيجي الاتحاد او سموح بشوف اللاعيبة فعلا في اتجاه تاني ولعيبة ملتزمة انا بقولش كده ان بيجي من الزمالك حاجة مش حلوة لا انا بقول ان اللي انا عشرة لعيبة من الاهلي كتير لعبوا في الاتحاد ولعبوا في سموحة بشوف ان الدماغ مختلف مختلف اه سيستم اي واحد بيحب النظام هيحب السيستم والنظام والالتزام وكل حاجة بصراحة ما بتلاقيش ده في الاتحاد مثلا؟